بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري الكسل لن تشعر به بعد الآن كيف؟ كما ورد عن مولانا الإمام العسكري عليه السلام وهو يتحدث عن بني إسرائيل عندما كانوا يبنون الإهرامات لفرعون عليه لعائن الله فكان يستضعفهم كما تعرفون فذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام وأخبروه بأننا نعاني من التعب الشديد ونعاني عند الصباح من الكسل النتيجة بأننا نعمل ليلا ونهارا وليس لدينا هذه القوة الكبيرة للبقاء على هذه الحالة ونشعر بالضعف ونشعر بالكسل ونشعر بالوهن إلى غير ذلك ماذا نفعل يا نبي الله؟ وعندما أخبر موسى عليه السلام الله عز وجل بما يعاني منه بني إسرائيل قال له الله سبحانه وتعالى يا موسى قل لهم فليصلوا على نبي آخر الزمان وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فليصلوا عليه فإن ذكره ذكر اسمه الشريف يزيل الكسل ويعطي القوة للروح فعلى كل حال وإذا ببني إسرائيل كانوا عندما يجلسون صباحا يقولون بنص العبارة اللهم صل على محمد وأهل محمد وللمعلومة بأنه كان هذه أو كانت هذه الصيغة صيغة هذه الصلاة هو عندهم في الأمم الماضية هو الإسم الأعظم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هم الإسم الأعظم وما زالوا هم الإسم الأعظم لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال أقسمت على نفسي وآليت على نفسي ألا يسألني أحد بمحمد وآل محمد إلا واستجبت له ولكن نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الإلحاح على هذه الأسماء الكريمة وأن قدر الإمكان أن نعطي حقها أن نؤدي حقها هذه الأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فكان على كل حال فكان بني إسرائيل يكثرون من الصلاة على محمد وآل محمد خلال يومهم فلا يرون الكسل أبدا وكانت تكون لديهم قوة روحية ونشاط روحي عجيب وغريب وكانوا يرفعون الحجارة العملاقة فلا يبالون بذلك ذكر محمد صلى الله عليه وآله كما قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية بابا من القوة بابا من النشاط بابا من التركيز إلى غير ذلك لا يوجد هناك ذكر أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد في معالجة الكسل بهذه الصورة لذلك أرجع قليلا عندما قلت على حد قول علمائنا الأعلام بأنه متى تفعل هذه الصلاة عندما تعرف قيمة محمد وآل محمد تؤدي حقهم كيف أؤدي حقهم؟ ومن يستطيع أن يؤدي حق محمد وآل محمد؟ سئل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله كيف نؤدي حقكم؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام من بكى على جدي الحسين فقد أدى حقنا إذن ذكر الإمام الحسين البكاء على الإمام الحسين ثم الصلاة على محمد وآل محمد هي التي تجعلك لن ترى الكسل أبدا ولذلك يعني تجدنا جميعا في زيارة الأربعين مثلا للإمام الحسين عليه السلام لا ترى الكسل أبدا عند خدمة الحسين من أهل المواكب والحسينيات والهيئات والزوار والمشاية إلى غير ذلك يعني يزول الكسل تماما لماذا؟ لأنه هو الحسين الذين قد ذهبنا إليه ذكر الحسين يعطيك شجاعة ويعطيك القوة ويعطيك النشاط ويعطيك عدم الكسل ولذلك اذكر الحسين وكذلك الصلوات ألا تلاحظ في مواكبنا الحسينية في حسينياتنا في أي عمل نقوم به عندما نشعر بالتعب قليلا ينادي البعض منا ويقول صلوا على محمد وعندما نصلي على محمد وآل محمد يذهب الكسل يزول الكسل ترتفع الهمم يكون النشاط قويا ونستمر على العمل أكثر وأكثر وأكثر فإذا عندما تصلي على محمد وآل محمد ثم تقول اللهم وتتجه إلى كربلا وتقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يزول الكسل تماما برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام